احنا مش عارفة حاسة ان احنا يعني خلاص بقينا نتجاهل الموضوع ده ونتعامل معاه بلا مبالاة ولا خلاص احنا اقلمنا نفسنا ان احنا هنطلع للحياة بالازمة اللي عندنا واللي يحصل يحصل ولا ايه انا مش عارفة هو احنا هنعتمد على الجيش والشرطة في كل حاجة يعني احنا كل اعتمدنا على الجيش والشرطة احنا الشعب مش عايز يساعد لا الجيش ولا الشرطة ولا يامل اي محاولات تساعدنا في الازمة دي هو الجيش والشرطة هيمشوا ورانا يدخلونا بيوتنا يعدونا بالعافية يقول لنا انزلوا هاتوا حاجتكم وتعالوا هم مش هيمشوا ورانا هم ليهم وراءهم حاجات تانية احنا كده بصراحة انا شايفة ان الامور بقت يعني زيادة شوية يا جماعة احنا لازم نساعدهم هم الحملة عليهم تقيل الحملة عليهم تقيل مش شوية فاحنا لازم نتعاون كشعب المفروض ان احنا شعب كلنا يعني مصلحة واحدة وبنحب بعض وخايفين على مصلحة بعضه وشايفين ان فعلا الازمة دي مش حاجة هزار ولا كلام كده وخلاص لا احنا شايفين ان الحكاية دي ازمة حقيقية مر بها العالم كله مش احنا بس هو احنا يعني لو عملنا مثلا مش 15 يوم حتى شهر هيجرنا ايه يا جماعة نلتزم مش لازم الجيش يقعدنا غزبا عننا عشان خايف علينا والشرطة برضو يعني مش هتمشو ورانا في كل حاجة ما فيه بلاوي تانية في البلد هم ما شايفينها يعني احنا لازم نساعد شوية معاهم كل اللي شايف غلط يحاول ان هو يعني الى حد ما يعمل اي حاجة بالكلمة بالتصرف اه شاف حاجة غلط بتتعمل اه شاف اه يعني حد بيأزي حد برضو يكلم يقول الناس بقت مالها ماشى بلا مبالا كده يعني شوف حد بيأزي حد ولا هو هنا يعني انا مش عارفة طب وبعدين هنمشي كده لغاية امتى احنا عايزين يعني نعمل حاجة يعني احنا لو كل كل محافظة كل محافظة قفلت على نفسها 14 يوم لا تدخل ولا تخل حد مش الدنيا برضو هتقل شوية مش الدخول والخروج ده في كل حتة رايحين جايين رايحين جايين ما ده احنا مردمانش ده داخل عنده ايه واللي خارج ده عنده ايه يعني الكلام بتاقي ده ممكن ما يكونش عاجب ناس كتير ممكن ان انا اكون بأفور شوية في الكلام او ان انا بدي الامور اكبر من حجمها او بعيد كلام كل مرة هعيده كل مرة هعيده طول ما احنا في الازمة دي هعيده وزيد فيما ما بزهقش انا مريش حاجة انا من الازمال وبازمال فاضية بعض افكر هقول ايه وهعمل ايه وبعد ايه وكده انا ما بزهقش طول ما الازمة دي بتهدد حياتنا وارواحنا وكلنا في مركب واحدة يعني انا هتقذي غير هتقذي ده هتقذي كلنا هنتقذي مش هسكت اللي مش عاجبه بقى هو حر هو حر بقى اللي مش عاجبه برضو مش هنسيب هنفضل نقول ونعيد ونزيد لغاية لما الناس من كتر الزن تبتدي تلتزم في حاجة اسمها كل ما الواحد يزن 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 على اللي قدامه ويفضل يقول حاجة اهو يمكنه خلاص اللي كان بيعمل حاجة غلطة يمكن يلتزم يعني يعمل ايه لكن نعتمد على الجيش والشرطة يعملنا كل حاجة مأول الازمة عملوا عملوا وشالوا بلاوي بتاعتنا وخافوا علينا وقالوا لنا عملوا جابوا لنا كمامات وقالوا لنا يعني عملوا هم مأثروش بس ملاقوش مننا تعاون يعني هم ملاقوش ان احنا متعاونين معنا مفيش فين التحضر فين فين احنا قلنا الشعب ده واعي وهينتصر على الازمة في خمستاشر يوم الشعب ده هينتصر عليها انا مش عارفة اول ما حصل اللي حصل الناس خافت وقالت لأ نعد في البيت وكله خاف وبعدين ما فيش خمستاشر يوم شعر بالكتير وبقينا الدنيا بقت خلاص ترجع زي ما هي طيب هو اما الدنيا يعني بترجعه شوية بشوية زي ما هي مش احنا كنا بنبقى مية وحاجة وبعدين متين وحاجة وبعدين وسننا دلوقتي بقينا ربعمية وتلاتين ربعمية وخمسين مش دي كلها حالات بتزيد وفيه وفيات بتزيد طيب ما احنا ممكن الدنيا يعني تزيد معانا هنعمل ايه هنعمل ايه الحاجة اللي نقدر نلمها دلوقتي ممكن ما نعرفش كمان شوية نلمها ازاي يا جماعة يا جماعة جد انا بقولش حاجة غير ان احنا نلتزم يعني اللي خارج ياخد كمان ما معاني معا مطاهر مسك حاجة يروح رشش على ايده مطاهر اه يا عشان لو حطي ايده على وشه على يعني على بقه ماشي واللي ورا حاجة اللي ورا حاجة ضرورة ينزل لما روش خليه ما تخليك يعني انت لو ما راكش حاجة تنزل تعمل ايه افرد انت نزلت جات التوبة في المعتوبة جالك واحد في وشك رحكاح حاطس في وشك عامل في وشك اهي جات التوبة في المعتوبة احنا نضمن حاجة ما نضمنش حاجة احنا نعمل اللي يعني نازلين للضرورة ورانا شغل ومصالح ما تقدرش نهي تتأجل هنلبس الكمامة في ناس بقى يعني يعني الحمد لله اتكسفة لبسها الناس التريق عليا خليه على ربنا يا عم لا يحصل هيحصل هو ربنا مش قال برضو ما ترمش نفسكو في التهلكة يعني مش هو ربنا قال كده برضو وبردو الحرس ربنا نسمع اغنية عاية بقى كده يعني اغنية فعلا تخالي الواحد ممكن دموعه تنزل يعني عن الناس اللي ضحوا بحياتهم فعلا علشان الدكاترة والموردين اللي ما أسطروش وما قعدوش في بيوتهم وخافوا واللي نزلوا وعرضوا حياتهم للخطر وفيه فيهم الاتوفى الله يرحمهم الناس دي يعني الله يرحمهم هما في الجنة هما في الجنة هما شهداء عايزة أقول برضو أننا يعني عارفة أن فيه ناس نزلها من بيتها لازم لأن فيه ناس بتجيب يعني قد يومها اليوم بيومه يعني لو ناس ما خرجتش للشغل اليوم ده مش هتلاقي تجيب لولادها أكلهم أو شربهم أو احتياجاتهم فإحنا بندي للناس دي عذرها أن هي هتنزل لازم دي هتنزل لكن إحنا ما بنديش عذر للناس اللي هي بتقول إحنا اتخنقنا أو إحنا زهقنا ناخد بولادنا وناخد عربتنا وننزل نركن العربية وننزل نتمشى ونعمل تجمعات في الشوارع ملهاش لازمة ندي فرصة للناس اللي هي نزلة للضرورة الناس اللي نزلة تاكل عيش الناس اللي نزلة تجيب قد يومها ليها ولولادها ومش عايزة طبعا يعني أفكركم أن إحنا في شهر يعني شهر الخير طبعا يعني أن إحنا طبعا مش هنقدر أن إحنا ننسى الناس دي إحنا إحنا كل اللي يقدر على أي حاجة يعملها نعملها إحنا في شهر نطلع كل الخير اللي عندنا للناس دي اللي هي محتاجة الناس اللي هي مش بتمد إيديها اللي هي بتنزل وعايزة تجري على الأكل عيش دي الناس اللي تستاهل المساعدة تستاهل تعمل معها الخير لأن هم مش نزلين من بيتهم يهزروا لا هم نزلين عايزين يجيبوا قوت يومهم لولادهم الناس دي يعني أنا بقول برضو يعني الله يكون فعونهم هي الأزمة برضو أثرت عليهم بس ربنا مش هينساهم ربنا مش هينساهم وأنا بقول لكل الناس اللي تقدر تعمل خير تعملوا مع الناس دي الناس دي تستاهل الخير والمساعدة وإحنا في شهر شهر الكرم يعني كل اللي هيعمل حاجة هيعملها وعايزة برضو أتكلم عن حتة إن إحنا صحتنا دي ما تتقدرش بميله يعني بغض النظر عن أزمة كورونا إحنا مش هنتكلم عن أزمة كورونا خلصت اللي أنا عايزة أقول لكم إحنا بنتكلم على الصحة عموما إن إحنا صحتنا دي مش أمانة نحافظ عليها يعني الصحة دي لو واحد معاه ما القرون وجاله تعب عمر الفلوس ما هتعمل له حاجة الفلوس ما بتعملش حاجة غير بإرادة ربنا لكن صحتنا دي أغلى حاجة عندنا لازم نحافظ عليها لازم نشوف إحنا بنعمل إيه غلط بيأزي صحتنا ونبعد عنه يعني إحنا بيحدنا عن الرياضة ولادنا بيعدوا عن الرياضة عايزين نرجع الرياضة دي حلوة يعني الرياضة دي بتحسن بتفيد الجسم من كل حاجة يعني الرياضة حتى المشي يعني لو مشينا حتى بتحسن نفسيتنا المشي بيحسن مزاجنا بيخلينا نحس إن إحنا مش تقال مثلا أو إن إحنا الصحة دي ينتاج على رأسنا والله نحافظ عليه من أي حاجة بنشرب حاجة غلط عارفين هي بتضرنا ما نعملهاش بنأكل حاجة غلط برضو مش لازم الفلوس ما بتعملش حاجة الإنسان اللي بيفقد صحته ومعه فلوس فلوسه دي مش هتعمله حاجة إرادة ربنا بس إرادة ربنا هي الوحيدة اللي بتدخل وتعمل كل حاجة ما فيش حد يقول أنا معي فلوس هاية هتعالجها هاية هلاقي حتة روحها لا لا بدلين إن فيه ناس كتير تعبت وكان معها فلوس وطبعا يعني فلوسها ما عملتش حاجة آآ ليهم فأنا بقول يا جماعة إحنا عايزين نخاف على صحتنا شوية وكل اللي يحس بأي تعب أي حاجة في الأول ما يسكتش يعني ما نسيبش الأمور تخرج من إيدينا أو تتطور إحنا مش عايزين نتطور اللي حاسس إن فيه مشكلة عنده آآ ما يقلقش يعني يبتدي إن هو يشوف المشكلة فيه يبتدي إن هو فيه داكاترة وفيه متخصصين يبتدي إن هو يشوف لكن الإهمال والتجاهل دوا لأي حاجة بيخلي الموضوع يزيد الموضوع بيزيد بعد كده لو في الأول بيبقى بسيط بعد كده بيزيد إحنا برضو شعب مهمل في صحتنا جدا وبينسيبها على بركة ربنا يعني إحنا بإنا عندي عمنا تعبان عندي كذا أروح أكشف إيه إن شاء الله بإذن الله على بكرة ولا بعد وكده أنا أخد حبتين مسكن وإبريتين وهبقى كويس يعني أنا أعرف حد كل ما يتعب ويجي له اصدع يوم ياخد حقنتين كل يوم والتاني هو ده العلاج لكن يعرف السبب منين عشان يتعالج لا هو المسكن ما يعرفش إن أثر المسكنات ديا بتدي بعد كده أثر مش كويسة ما برضو ده يعني مش تحضر مننا إن إحنا نعالج نفسنا إن إحنا نكلم الصيدالي اللي هو مش دكتور مش كل اللي قاعد في الصيدالية بيبيع الدوة أو بيصرف روجيتة ده دكتور خالص ده ولا ليه علاقة بأي حاجة موقفينه علموه يقرأ روجيتة إزاي بس بيعمل دكتور يعني يتكلمه يفيدك خد وخد وخد وإن شاء الله هتبقى كويس وساعات تيجي ببركة ربنا معا كده واللي قاله يبقى حال وخلص يبقى ده بالنسبة لنا إن هو أبو العريف يعني ما ينفعش إن إحنا ناخد كلام من ناس مش متخصصة في أي حاجة وفي أي مجال مش مجال الطب بس أي معلومات أيا كانت إحنا عايزين ناخد معلوماتنا من ناس المتخصصين في أي حاجة يعني إنت هتاخد معلومات عن الصحة يبقى من دكتور هتاخد معلومات عن أي حاجة في تهم مثلا البلد أو أخبار أو حاجة من الحتة اللي هي متخصصة تكون جريدة نشرتها نزلت رسميا مش هنقعد أي حاجة تتقال إحنا الشعب بنقعد نعيد ونزيد ونزيد ونعيد في أي خبر كده وخلص يعني زي ما قلت قبل كده إحنا بنفتي ونقلف ونمثل وكل حاجة إحنا شعب عنده مواد إحنا الشعب بتاعنا ده مليان مواهب بجد يعني تلاقي الواحد عنده ميت مواهب يمثلك حلو يدخلك بالدور حلو ويقنعك وإنت تنقل اللي قاله دون باقتنع كمان لحد تاني والموضوع كله يبقى فاتي وينتشر إحنا شعب الحمد لله الحمد لله يا رب نحب التمثيل والرغي كتير أحب أنقل تاني على موضوع الصداقة والكستان اللي أنا يعني يعني البرنامج هيخلص من غير ما أقولهم اللي إحنا عملنا عليهم إعداد وجبنا الكسس دي من كسس وقعية ممكن نسمع أغنية ممكن هنسمع أغنية ونرجع لكم هدي قصوت متح الصالح برضو يعني من الأصوات اللي بتخش القلب على طول يعني أنا هفضل كل حلقة لقية أن أنا أشكر الجيش لبيض بتاعنا هنفضل نشكره يعني كتير لأنه هو في مكانه يعني ما بيقفش هو ما بيقفوش عن شغلهم وما بيتعبوش وبيسيبوا بيوتهم وبيسيبوا أولادهم بالليام والأسابيع وبيخافوا كمان يرجعوا لهم هم خايفين برضو على أولادهم وخايفين عليهم وفي نفس الوقت الواجب بتاعهم بيحتم عليهم أنه هم ما يتخلوش عن المرضى ما يتخلوش عن الشعب يعني قد إيه الناس دي هنفضل نتكلم عليهم كتير ونشكرهم ومش هنوفيهم حقهم يعني هنفضل نقول كل ده ومش هنوفيهم حقهم بس أنا عايزة أن إحنا في كل مكان نشكرهم ده حافظ أن إحنا حاسين بيهم حافظ أن إحنا مش ناسينهم أن أنتوا دلوقتي في المرحلة اللي بنعدي بيها ديا أنتوا ناس مهمين جدا في حياتنا أنتوا أهم حاجة دلوقتي في حياتنا الناس اللي دخلها للموت برجلها ومش خايفة دول أبطال يعني دول ناس أبطال ربنا يحميكو يا رب ربنا يحميكو يا رب نرجع بقى تاني للموضوع كل ما جاء أحكي القصة نقطع الكلام فريق الإعداد عمل يعني كده مدخلات مع الجمهور عشان يعرف فعلا أن الصديق الغير وفي بيبقى إيه يعني قصة جات لنا اتنين أصدقاء واحد فيهم تزوج من إنسانة وليه صديق ليه فكان كل ما يشوف صديقه يحكي له عن وفاء زوجته قد إيه هي إنسانة كويسة وأخلاق وقد إيه أكلها حلو وقد إيه هي مريحة كل ما يشوفه كل ما يشوفه يقعد الساعة الأولانية معاه يحكي له عنها يعني بكل حاجة بكل درجة إن صاحبه ده كل ما كان يقعد معاه بيبقى رايح مستني إن هو هيقوله يعني زوجته عملت إيه جديد مريحة وكده فاتدى إن صديقه يفكر في زوجته دي فبعد كده حصل خلافات بين صاحبه ومن زوجته فهو تدخل والحقيقة لما تدخل بدل ما يحل ويصالح عمل العكسي يعني حب إنه هو يزود المواضيع إنه هو يحصل بينه بينه مشكلة أكبر علشان يسيبه بعضه وفعلا تدخمت المشكلة وانفصلوا عن بعض بعد ما نفصل عن بعض الصديقه ده اختفى من حياته يكلمه في التليفون ما يردش يسأل عالي مش موجود اللي كانوا بيتابله كل يوم ويقعدوا يحكوا يتكلموا مع بعض الصديق ده رايح عمل إيه رايح تقدم لزوجة صاحبه ليه بقى اتطلقته يعني كده وتجوزها من كتر كلام صديقه على مراته من كتر حكويه عن أسراره وحكاياته عنها خلاه يفكر فيها يعني خلاه يفكر فيه ويخونه يعني هو غدر بيه وخانه وخلى مشكلة بسيطة حصلت بينهم تكبر عشان هو يتدخل وفي الآخر ياخد زوجته منه وده مش يعني مش بسبب صديق الخيل لا إنت اللي عملت كده إنت مفيش حد يقعد تقول ده صديقي أحكي له كل حاجة ما ينفعش يعني ما ينفعش إن أنا قعد أحكي للصديق ليه أو صديقة ليه تقعد تقول لي فاتفضيلي وحكيلي وأسرارك عشان بعد كده تاخد كل الأسرار دي ددي ما فيش حاجة مضمونة يعني ما فيش ناس بتستنى على حالها ولا بتستنى على أخلاقها ولا بتفضل زي ما هي إحنا بيحصلين لها تغيرات على فكرة تغيرات في التفكير وفي فعل وتصرفات بنتغير كتير مش بنفضل على حال واحد يعني أنا أعرف ناس كانوا ما بيكلموش مع حد ما يعرفوش حد اتغيروا فقال لي من سنة الناس دي تغيرت بقت غير إن إنت كنت شايفهم ناس دي مش اجتماعية بتكلمش لا أتغيروا فإحنا في تغير يعني مستمر وما حد الشتماعية بتغير للايه ممكن حد يكون كويس أو يتغير للأوحش وممكن يكون واحد وحش ويتغير للأحسد يعني دي حاجة بقى بتاعة ربنا وكسة كمان برضو اتنين ولادة عمي يعني قرايب بنتين قرايب ولادة عم مش مش هقولك إن هم أغرب وأصحاب وكده لا دول ولادة عم وبعدين الاتنين دول مترابين مع بعض وطلعين مع بعض والحقيقة برضو يعني تزوجوا فواحدة فيهم فشلت في حياتها واحدة فيهم استمرت في حياتها وهم ولادة عمي فطبعا الغيرة الغيرة والحقد بيخلي إن الإنسان ساعات كتير بيتغير يعني صديقتها لقى بنت عمها دي لما لقيتها هي نجحة في حياتها مع جوزها مع أولادها حاجة حبت إن هي تخرب بيتها يعني حبت إن هي تتدخل في حياتهم تزورهم كتير بعد ما انفصلت يعني بعد ما تتعمل مشاكل وتروح وتيجي وفعلا الصديقتها اللي هي من تعمها دي مرتحتش غير لما خربت البيت يا جماعة محدش يقامل لا الغريب ولا القريب لإن إرخيانة بتيجي من أقرب الناس إرخيانة بتيجي من أقرب الناس مش من الأصدقاء بس مش أنا بقول كده إن معنى إن كل الأصدقاء وحشين لأ مش كل وحش بس في حاجة اسمها حذر في حاجة اسمها حدود أنا قدامي صديق ملاك نازل من السماء بس مش نازل من أنا أقوله كل حاجة أقوله حاجات معينة يعني نتكلم في أي حاجة مش نازل نتكلم في أسرارنا الكلام كتير وإحنا الكلام بيخلص عندنا إحنا الكلام عندنا ما بيخلص بس نعمل حدود مش نبقى واضحين كده يعني فاتحين الباب بتاعنا على الآخر كده الكل وفي ناس بتدخل حياتنا يا جماعة لشان بس تعرف عننا بنعمل إيه وفينا إيه وإحنا كويسين ولا لأ ها إحنا ما عايشين سوعدة ولا لأ بيش ده لهم خايفين علينا لأ ده هم عايزين بس يعرفوا البيت ده ماشي إزاي الستة دي ماشي إزاي في بيه إيه فمش يازم إن إحنا نحكي خلي أسرارنا في بيتنا بره بيتنا ده نتكلم في أي مواضيع تانية في الأكل في اللبس في ده في الدراسة في الدروس في أي حاجة يعني تانية عامة ما تتخدش علينا بعد كده لو حصل مشكلة يعني أنا أتمنى إن الحلقة النهاردة تكون يعني ظريفة وما كنتش النهاردة كده تقيل عليكم وبإذن الله إن شاء الله إحنا هنتكلم في الحلقة الجاية برضو عن مواضيع هتشديني أكتر مع بعض وبجد فعلا أنتو بتوحشوني من الحد للحد والله العظيم بس أنا بعد يعني أفكر في مواضيع نتكلم فيها بعد أشوف إيه الحاجات المهمة اللي ممكن إن أنا أقولها تفتكوا أنا مش عايزة البرنامج بتاعي يعدي من غير ما نستفد منه حاجة لا أنا عايزة أطلع اللي جوانا كله أنا عايزة أقول الحاجات اللي أنتو بتخافوا تحكوها مع نفسكوا بتتحرجوا أو حسين إن إحنا لو قلناها حد هيخدها علينا أو حد لا يا جماعة إحنا أما نتكلم ونقول مواضيع ندي بها دروس لبعض إحنا كده بنفيد بعض وشكرا وأشوفكم بإذن الله بحد اللي جاي إن شاء الله باي باي